في تصليط الضوء على ملف المعتقلين ومعاناتهم المستمرة في العراق معنا عبر سكايب الكاتب والمحلل السياسي عبدالقادر النايل مرحبا بك أستاذ عبدالقادر ما دلالات ما جرى بحق سجين باب المعتقل علي الجبوري الذي ثبتت براءته من التقهم المنسوبة إليه بعد تعذيبه ليعترف بجريمة لم يرتكبها والتشيير به على وسائل الإعلام المحلية في العراق ما دلالات ذلك أهلا وسهلا بكم ومشاهديكم الكرام فضيحة بابل تؤكد على أن الاعترافات وانتزاع الاعترافات في العراق هو المنهج الذي يسيطر على جميع ما يجري منها أحكام جائرة وباطلة وبالتالي ما جرى حقيقة له دلالات خطيرة تماما هي معلومة لدى الجميع لكن هذه القضية باتت واضحة للرأي العام وللشعب العراقي بالدليل المقنع والواضح أن ما جرى من عمليات إصدار الأحكام على الآلاف ومئات الآلاف من العراقيين في السجون منها الإعدام والمؤبد والذين لا زالوا يخضعون تحت فضوة السجناء في السجون في العراق بدون محاكمات كلها تؤكد على عدم نزاهة القضاء أولا وثانيا على عدم وجود محققين وثالثا على أن الأجهزة الأمنية كلها متواطية في امتزاع الاعترافات بالتعذيب في العراق لأن السؤال الذي يطرح نفسه هل لو كان هذا التعذيب الممنهج من ضباط التحقيق أين كان دور قاضي التحقيق الذي وثق وقيد ودون إفادات المتهم وبالتالي تم من خلاله إصدار أحكام الإعدام عليه وهو بريء هذا حقيقة يؤكد على أن هناك خلالا كبيرا في القضاء داخل العراق ولذلك حقيقة ينبغي أن تكون هناك معادلة حقيقية لإرجاع كل الذين تم حكمهم بالإعدام وبالتالي فتح ملفات كثيرة من الذين نفذ بهم الإعدام داخل العراق وفق انتزاع الاعترافات طبعا بالإضافة إلى منهج انتزاع الاعترافات تحت التعذيب الشديد ألا يعد إظهار متخم بشكل استعراضي على وسائل الإعلام منافيا لمبادئ حقوق الإنسان الدولية وكذلك كما تعلم أستاذ عبدالقادر أن هناك الكثير من البرامج التي أذيعت على الشاشات في العراق يعني بعد احتلال العراق يقومون بهذه الاستعراضات والتشهير بشخصيات لا توجد لا أداة الجريمة ولا توجد جثث ولا توجد أي شيء وقاضة التحقيق والعناصر التي ذكرتها التي من المفترض أن تتوفر كلها غير موجودة كيف تنظر إلى موضوع هذا التشهير والاستعراض لمواطنين العراقيين على شاشات التلفاز بدون أي دليل إدانة هذه الجريمة الثانية التي ترتكب في حق العراقيين وبالتالي يؤكد على أن السلطات الحكومية تبحث عن تشهير بحق عراقيين أبرياء لأن ما مضى حقيقة هو بنفس الإطار من خلال عرض المتهمين والباسهم ملابس صفراء وأخرى حمراء وبالتالي عرض تحت التعذيب بشكل واضح تماما عرض اعترافاتهم على العالم دون أن يكون هناك أي أدلة مقترنة وبالتالي ما تضيح تفجير سوق المحالات الذين تم عرض اعترافاتهم مؤخرا لا دليل آخر على هذه القضية لذلك انتهاك حقوق الناس والتشهير بهم بهذه الطريقة يؤكد حقيقة على أنه يجب محاسبة القنوات الإعلامية والإعلاميين الذين تدفع بهم السلطات الحكومية بالنهج الميليشياوي وقد رأيتم في جميع هذه الاقترافات ومنها فضيحة بابل المتهم فيها وهو البريء كيف يلعب دور الإعلام الحكومي أنه هو القاضي وهو الذي يخضع الشخص العراقي والمتهم إلى عمليات الابتزاج الإعلامي وعمليات التحقيق كأنه هو الذي يصدر القرارات لذلك هذا الانتهاك هو انتهاك ممنهج حكومي في دفع الإعلام لتسليط الضوء على جرائم غير موجودة من أجل إلصاقها بهم وبالتالي سهل عبد القادر واضح لعقوق الإنسان هذه الانتهاكات متواصلة ومستمرة ألا يجدر بالسلطات القضائية في العراق إعادة النظر في قضايا عشرات الألاف من المعتقلين في السجون بعد فضيحة سجين باب الألبري أم أن هذا الأمر سيستمر؟ من المؤكد لو كان هناك حقيقة قضاء عادل في العراق فإن القضية تذهب باتجاه إلى أنها فريضة قانونية باتجاه إعادة محاكمة جميع من صدرت بحقهم الأحكام الجائرة من الإعدام والمؤبد وكثير من الأحكام الأخرى لأنه حقيقة إذا كان القضاء أو مجلس القضاء يريد أن يبرئ نفسه باعتبار أن المتهم هي مجموعة أوراق تعرض عليه ومن تزعه من المحقق تحت التعديد يتم الحكم عليه وطبعا هذا العذر لا يمكن قبوله لأن هناك مرحلة مهمة في مراحل القضاء وهو تدوين الإفادة المتهم قبل رفعه إلى محكامة الجنايات لإصدار الأحكام قاضي التحقيق هو المسؤول الأول عن سؤال المتهم وفحصه إلى ما تعرضنا للتعديد قبل تدوين أقواله وبالتالي كثير من الشهادات واتقناها لمتهمين يقولون نذهب إلى قاضي التحقيق ونقول له أن الاعترافات التي أمامك هي اعترافات مبنية على الانتزاع تحت التعديد وأننا نفعل كل ما جاء بهذه الاعترافات قام التحقيق لأنه يتعاون مع السلطات الحكومية ومع المحققين يقول نؤجل تدوين الأقوال لأن المتهم يرفض هذه الأقوال ثم يعيده إلى ضابط التحقيق ذاته من أجل ممارسة عملية التعديد مرة ثانية ثم يعود هذا المتهم ليقر بهذه الانتهامات لأنه يهدد بعرضه ويهدد بجلب النساء والأمعات إذا ما تم تحريف كلامها ما بالقاضي لذلك القضاء حقيقة مسؤولين مسؤولية مباشرة وإلا فإعادة التحقيق أصبح فريضة قانونية ووطنية لما جرى من فضيحة بابل الذي وثقت كثيرا من الأمور وكشفت كثير من الملامع بطلان الأحكام الصادرة بحق المعتقلين ويؤكد على أن هناك خطب في القضاء متواطئ تماما مع المحققين ومع الميليشيات في ابتزاء المعتقلين وتدوين أقوالهم بالإكراه وتحت التهديد وسائل أخرى غير أخلاقية من أجل الوصول إلى مرحلة الاعتراف القسري وانتزاع الاعترافات وإحذار أحكام باطلة بالإعدام وغيرها طيب سعب القادر كيف تقرأ بيان نقابة المحامين العراقيين حينما صرحت بأن عمليات التعذيب في السجون الحكومية في العراق ليست بالأمر الجديد ولا المستغرب من المؤكد بأن القانونيين أو نقابة المحاميين تعلم علم اليقين أن كثيرا من المعتقلين قد ترافعوا عنهم وقد وجدوا كثير من الأمور التي هي خارج إطاق القانون وأنهم محاملون وفق معاملة غير إنسانية ولا يوجد هناك قانون سوى شريعة الغاب وبالتالي كثير من القضاءات غير متعاونين مع المحامين بحماية حقوق المتهم لأن المتهم بريء حتى تثبت إدانته وبالتالي هذه الاعتقالات مبنية منذ عام 2003 يعني اليوم عندما نقول أن هل الشعب العراقي مستغرب من فضيحة بابل فقط لأنها كشفت بطريقة واضحة أمام الرأي العام وأن كلنا يعلم تماما والشعب العراقي يعلم وكثير كثير من المختصين أن الاعترافات وانتزاع الاعترافات والأحكام الجائرة هي السمة السائدة منذ 2003 إلى يومنا هذا لذلك حقيقة ينبغي أن تكون هناك وقفة جادة الآن لإنصاف المحتقلين وليطبال شرعنة المخالفات القانونية التي يتكبها بعض القضاءات ويتكبها المحققون الذين ينتمون إلى أعزاب سياسية ومن الإنشاءات يهينون كرامة المواطن العراقي وبالتالي بعد التعديد تصدر أحكام مجحثة بحقه وهي كلها باطلة وبالتالي نحن أمام جريمة حقيقية تحدث في العراق وهو القتل المتعمد الممنهج على هؤلاء الأبرياء الذين يقبعون في سجون الحكومة الكاتب والمحل السياسي الأستاذ عبدالقادر النايل شكرا جزيلا لك